دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دولار ترامف في بيان مشترك أطراف النزاع في سوريا للانضمام لعملية السلام وأوضح لكريملين أن خبراء عدوا البيان بعد فترة وجيزة من اجتماع لم يستغرق طويلا بين بوتين وترامف في فيتنام على هامش أعمال منتدى دول آسيا والمحيط الهادئ أبيك وأكد البيان على ازتزام الولايات المتحدة وروسيا بسيادة سوريا ووحدة أراضيها ومواصلة بدل الجهود من أجل هزيمة تنظيم داعش أعلن بوتين أن الاتفاق مع ترامب بشأن سوريا مهم ويؤكد مبادئ الحرب على الإرهاب جدول أعمالي وجدول أعمال ترامب لم يسمح لنا بعقد لقاء ثنائي على هامش أبك ومع ذلك تطرقنا ترامب وأنا إلى مكافحة الإرهاب وأوضاع الاقتصاد وبناء علاقات في إطاق سوقا حرة واتفقنا إلى أنه بعد مكافحة الإرهاب في سوريا سنسير في طريق التسوية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة لا تزال هناك حاجة إلى المزيد من الاتصالات الأمريكية الروسية لمناقشة قضايا تشمل الأمن والتنمية الاقتصادية وأشار بوتين إلى أنه أجر حوارا طبيعيا مع ترامب خلال قمة فيتنام ووصف ترامب بأنه متحضر ومثقف ومريح في التعامل معه ولفت إلى أنه لم يكن من السهل التوصل إلى اتفاق حول البيان المشترك الخاص مع سوريا وذكر بأن مجموعة خبراء من الدولتين عملت عشية القمة لتنصيق نص الوثيقة وبعد ذلك تم بالفعل في فيتنام إنجاز النص اشتركوا في القناة